موسيقى كلما تخرج تظاهرة في محيط المنطقة الخضراء في بغداد تسارع القوات الأمنية إلى قطع كل الجسور والطرق الرئيسة بداع الحفاظ على الأمن والنتيجة زحامات مرورية خانقة وتعطيل للحياة العامة وحرمان شريحة واسعة من الوصول إلى أعمالهم بمن فيهم طلبة المدارس والحالات الصحية الطارئة وفي استطلاع ميداني أكد معظم سكان بغداد أن الإجراءات الأمنية الحكومية تسببت بأضرار جسيمة للمواطنين كما لم تمنع تلك الإجراءات الأمنية من وقوع اعتداءات وأعمال عنف راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح من أنصار التيار الصدري وقوات الأمن المتمركزة أمام بوابات المنطقة الخضراء قطعوا الشوارع وخلنا العرب كلها مشي أنا سأول تاربها قاعدة جوكت بالبيت لأن ما مشتغلنا هاي يوم الناس بي ما مشتغلين شيني ذا البنا خلنا بس نفتر اليوم 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 جئنا من البيعاني ساعتين وشوية والله هم وصلنا للمكان للجسر مال للشهداء وهم مقتين من قطع وهم ماتين مشي يعني فوق التعب مال للطريقة فوق الازدحامات نرجع ونحبرها ماتين مشي من البيت للشغل تأذينا كل شيء يعني من خاصة اليوم ومباتل ممكن أقوى وستمت احتمال لم يكن طريق قطع الجسور والطرق الرئيسة أمام حركة السكان لم يمنع صواريخ الكاتيوشا من الانهيال على المنطقة الخضراء تزامنا مع انعقاد جلسة برلمانية طارئة لاستكمال تقسيم المناصب والمغانم بين شركاء العملية السياسية ليتساءل المواطنون عن جدوى قطوعات الطرق يعني من المفترض كان يكون ينقطع جسر الجمهورية أوكي وجسر السينك ما يكون مشكلة بس ليس ينقطع الجسورة كلها أثرت على كل المواطنين أثرت على هذا الباع المتجول أثرت على التاجر أثرت على الموظف أثرت على ساق السيارة وليتأذي المواطن البسيط أول إنسان مواطن البسيط هذا الكادح اليومي ليطلع اليوم على قوته اليومي هذا المتأذي ما رح يوصله حتى لو يصله لا يوجد حركة حركة شلت إجراءات أمنية عشوائية وغير فعالة تلك التي تنفذها قوات الأمن مع كل حدث أمني أو سياسي أو شعبي في بغداد ليبقى المواطنون المتضرر الأكبر من تلك الفوضى الإدارية